مرحبا كيفكم معاكم رائد شيخ أحمد بن عبلين أنا معلم رياضيات في المرحلة الابتدائية ومرشد مركز لموضوع الرياضيات في اللواء الشمال في المرحلة الابتدائية درسنا اليوم طبعا لطلاب الصف الثاني والثالث عن موضوع التماثل الانعكاسي رح نشوف شو يعني تماثل شو يعني انعكاسي لقدام بتأمل تستمتعوا معي بالدرس أنا مبسوط كتير كمان برجعتكوا على المدرسة إسا ومكملين إحنا بيث دروس طبعا اللي هي تكون مساعدة لإلكم بالإضافة للتعليم بالمدرسة ممكن حتى من البيت تفوتوا إذا موضوع ما فيمتوش تنيح بالصف تفوتوا على منظومة البات ممكن تشاهدوا درس أو شرح لموضوع معين وتقدروا يعني تتعلموا الشغلات اللي ممكن بالصف ما لحقتوهاش فتعلوا نبدأ مع بعيد بدنا للدرس نحضر ورقة A4 أو دفتر طبعا وراء A4 كلها كنت يعرفوها الوراء الكبيرة المرصاص ومقص أكيد الشغلات هاي موجودة قدامكو بس لناكوا لحظات عشان تحضروني قدامكو عشان نبدأ مع بعيد بالدرس أوكي تعالوا نكمل مع بعيد قدامكو زي ما انتم شافين في صوار كتير حلو الصوار صح؟ بدأ أسألكو شو المشترك لجميع هاي الصور رح عاتيكو تفكر فيو مش رح نحكي عندي إشي إسه في نهاية الدرس رح نرجع للصورة بعد ما نتعلم عن موضوع التماثل الإنعكاسي ونشوف إيش المشترك بين كل هدول الصور ماشي؟ أوكي تعالوا نكمل ثلien شو يعني خط تماثل؟ لما أنا بقول خط تماثل ننتبهوا القطع المرسومة زي ما انتم شايفين لأشكال هدول خط تماثل بشكل أشكال زي ما انتم شايفين قطعة اللي مرسومة باللون الأزرق القطعة المرسومة بالأشكال هدول بسميها خط تماثل رح نشوف لأقدام شو يعني خط تماثل ماشي رح نشرح الإشي بشكل موضح أكتر في البداية ولكن هدول الخطوط بسميهن خطوط تماثل بينما الخطوط اللي في الأشكال اللي في جهة اليسار مش خطوط تماثل إذن كان مرة في جهة اليمين الخطوط المرسومي اللي بالأزرق طبعا لونها هي خطوط تماثل بينما الخطوط اللي في الأشكال في جهة اليسار هي مش خطوط تماثل لقدامك كون مرة رح نرجع لالاشي بعد ما نتعلم شو يعني تماثل انعكاسي ونشوف ليه هدول الخطوط بسميهن خطوط تماثل بينما الخطوط في جهة ليه صار مش خطوط تماثل اعطيكو لحظات مصدقيقة كان مرة بعد ما شفتو انتو هون الخط المرسوم بافتكر كلها تكون ممكن انميزتو ليش الخط اللي مرسوم في جهة اليمين في الاشكال هو خط تماثل والخط اللي مرسوم في جهة اليسار في الاشكال في جهة اليسار هو مش خط تماثل تعالوا نشوف اعطيكم صدقيقة تفكروا اي خطوط بهدول الاشكال هن خطوط تماثل واي خطوط هي مش خطوط تماثل كمان ورا بعد بالاعتماد على اللي شفتو هون بالاعتماد على اللي شفتو هون الخطوط اللي مرسومة في جهة اليمين هي خطوط تماثل الخطوط في جهة اليسار هي مش في الاشكال في جهة اليسار مش خطوط تماثل بالاعتماد على هذه الأشي تعالوا نقرر نشوف أي أشكال من اللي قدامك هون الخطوط اللي فيها هي خطوط تماثل وأي لا رح أعطيكو نص دقيقة تفكروا بالسؤال ونرجع نكمل مع بعض طب أنا معاكو بتأمل إنه تمكنتوا تشوفوا أي خطوط بالأشكال هي خطوط تماثل وأي لا رح نرجع للسؤال نحلو مع بعض بعد ما ناخد أكتر نتعلم شو يعني خط تماثل بالشكل طيب دقلكو كمان تدريب أعطيكو خدوا ورقة اي أربعة زي ما قلنا احنا في بداية الدرس إذا تتذكروا ناخد ورقة كبيرة اي أربعة أو إذا بدكم ممكن ورقة الضفتر وأفتحها اطوها واعملوا منها أربع مستطيلات متطابقة كان مرة منهم كن نطويها طيية وكمان طيية منحصل على أربع مستطيلات زي ما انتو شايفين على الشاشة قدامكو أربع مستطيلات متطابقة قصوا الأربع مستطيلات هدول على خطوط الطي اللي انتو شايفينها قدامكو الخطوط المقطعة افتحوا الورقة واعملوا خط الطي في المستطيل بقلم الرصاص طيب ممكن نعمل الفعالية أكتر من مرة كمان مرة أخد ورقة اي أربعة أقصها لأربع مستطيلات وأخد مستطيل واحد منهن طيب وأطويه بطرق مختلفة أطويه طبعا لقسمين وممكن أعمل نفس الشغلي بأكتر من مستطيل بما أنه قصينا أربع مستطيلات ممكن تطويه بأربع طرق مختلفة المستطيلات الأربعة اللي معكو رح أعطيكو دايتين تقصوا كمان مرة من ورقة كبيرة أربعة مستطيل كبير تقسموه تطوه مرتين تحصلوا على أربع مستطيلات تقصوا الأربع مستطيلات هدول وخدوا مستطيل واحد واطوه مرتين نفس الشي متأسف اطول مستطيل اطول مستطيل طي وحدي بأي طريقة بدكو إياها ممكن تكرروا الشغلي بأكتر من مستطيل قدامكو خصوصا في أربع مستطيلات فمعاكو دايتين رح أترككم تقصوا وتحط جهزوا الأشي ونرجع نكمل مع بعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن ممكن أطوي مستطيل زي ما أنتو شايفين المستطيل اللي من فوق على اليمين أطوي هيك بحصل على عمليا مستطيلين متطابقين زي ما أنتو شايفين الخط الأزرق بالشكل الثاني على اليسار من فوق إذا بطوي عمليا القسمين بيغطوش بعد انتبهوا بالشكل الثالث على يمين من تحت. إذا بطوي المستطيل على الخط الازرق. الخط اللي الشكلين بيغطوش بعض. وإذا بالشكل الرابع. عمليا إذا بطوي الشكل على الخط الازرق. القسمين اللي حصلت عليها بيغطوا بعض. زي ما أنتم شايفين المستطيل الأول والرابع عمليا إذا بطوي كل واحد منهن على الخط اللي طويت عليه. بحصل عمليا على قسمين اللي هن بيغطوا بعض اوكي فاحنا قربنا نشوف عمليا زي ما قلنا هدول لما بطوي الشكل على الخط الازرق بحصل على قسمين بيغطوا بعض بالضبط بينما اذا بطوي الشكلين هدلوك على الخط اللي رسمته طبعا بحصلش على قسمين بيغطوا بعض اوكي اذا التماثل الانعكاسي يمكن شوي لحظته اذا بدي ارجع لورا الساعة راح نشوف تمارين بنقود لقدام التماثل الانعكاسي يتحقق بالشكل اذا بغضر اطوي الشكل لقسمين متطابقين شو يعني قسمين متطابقين كل واحد من القسمين يغطي الاخر بالضبط يغطوا بعض اذا بقول عن الشكل فيه تماثل انعكاسي مرات فيه اشكال طبعا من ورق اوكي ورق اهوية نطوي بس مرات فيه عنا اشكال فيها تماثل انعكاسي اللي مقدرش نطويها بس ممكن احنا نتخيل الاشي الطي انو القسمين يكونوا متطابقين الخط اللي بطوي عليه الشكل بسميه خط التماثل كان مرة الخط اللي بطوي عليه الشكل بسميه خط التماثل اذا كمان مرة الشكل بقدر اطويه اوكي وبحيث انو خط الطي هذا يقسمه لقسمين متطابقين ساعتها انا بسميه الشكل متماثل انعكاسيا انتبهوا اذا في خط بالشكل بقدر اطوي الشكل على هذا الخط واحصل على قسمين بغطوا بعض تماما او اللي بسميه متطابقين اذا بقول انو هذا الشكل فيه تماثل انعكاسي راح نشوف لقدام اشكال اللي فيها اكتر من خط تماثل واحد وفيه اشكال طبعا اللي فيهاش خطوط تماثل بالمرة تعالي نشوف مع بعض المستطيل نشوف اكم من خط تماثل فيه بالمستطيل انتو ادربتو قبل شوي اسيطوا المستطيلات وطوطوهن على خطي معين تعالي نشوف مع بعض اكم من خط تماثل فيه بالمستطيل اذا انتو ملاحظين هذا الخط اللي ممدود بالاسود القسمين اللي حصلت عليهم الازرق والاخترزين انتو شايفين اذا بطوي على الخط هذا اللي اسود اللي ممدود انا بحصل على عمليا قسمين متطابقين لما بطوي على هذا الخط بحصل على قسمين عمليا بغطوا بعض كمان بهاي الطريقة اذا بطوي الخط اللي افقي عمليا اذا بطوي المستطيل اللي معنا هون على هذا الخط بحصل على قسمين متطابقين بغطوا بعض تماما بينما اذا باخد القطر عمليا في المستطيل بطوي على القطر هل برأيكو الخط المرسوم هذا المائل المتلتين صح اني قدوا بعض انتبهوا من ناحية مساحة ولكن اذا بطوي المستطيل على هذا الخط هل القسمين بغطوا بعض شو بتقوله شو رأيكو تعني شوف اذا بطوي الازرق من فوق لتحت طلعوا شو بحصل هل المتلتين غطوا بعض لا اذا الخط هذا اللي هو المائل او القطر هو مش خط تماثل في المستطيل اذا بيكفيش انه خط التماثل يكونوا الشكلين البعض وانما لما بطوي انه لازم يغطوا بعض تعالوا نكمل مع بعض اذا المستطيل عمليا احنا شفنا فيه خطين تماثل للمستطيل فيه خطين تماثل اللي هني على منتصفات الاضلاع بشكل افقي وبشكل عملي تعالوا نشوف قصة المربع رح اعطيكو وايديتين تشوفوا المربع ارز ما مربع عندكو على دفتر او ورقة او ممكن تقصوا مربع وتجربوا تطووه وتشوفوا اكمن خط تماثل فيه بالمربع كان مرة ممكن تقصوا مربع وتجربوا تطووه وتشوفوا اكمن خط تماثل فيه انتبهوا خط الطي عشان يكون خط تماثل لازم القسمين اللي بحصل عليه هني غطوا وبعد ماشي رح اعطيكو دقييتين تكملوا عمليا تجربوا تعملوا بالمربع وممكن تعمل الاشي طبعا عن طريق الرسم اشتركوا في القناة 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 عن طريق الرسم ترسمه مربع وترسمه خطوط وتشوفه تتخيله الاشي انه هل الخط المرسوم هو خط تماثل ولا لا وممكن كان تقصه مربع تطول مربع وتعلمه بعدين الخط اللي طويته عليه الشكل تعال نشوف المربع زي ما انتوا شايفين في عنا عمليا اكمن خط تماثل اربع اذا بطوي على منتصفات الاضلاع العمودي زي ما انتوا شايفين بجهة اليمين والتاني بجهة اليسار كمان بحصل على اقسام متطابقة يعني لما بطوي بيغطوا بعد بالضبيط كمان انتبهوا بيختلف شوية عن المستطيل المربع بما انه اضلاعه متساوية اذا بطوي المربع على القطر اللي هو الخط المقلي زي ما انتوا شايفين بحصل كمان على متلتين عمليا بيغطوا بعد وقت الطي كمان القطر الاخر اذا بمد عليه خط بحصل على قسمين متطابقين كمان مرة قسمين اللي هني بيغطوا بعد مهمة كتير بكفيش انه يكونوا القسمين متطابقين او متساويين بالمساحة مهمة كتير انه الاقسام كمان مرة لما بطوي الخط الطي يكونوا يغطوا بعد بالضبط طبعا اجباري يكونوا القسمين متطابقين ولكن مهمة كتير انه الاقسام تغطي بعد عند الطي احنا شفنا بالمستطيل القطر اللي هو الخط المائل بالمستطيل طبعا ما حصلناش هناك على خط تماثل لانه لما طويت المستطيل على الخط المائل الخطوط عمليا او الشكلين اللي ما اطبقوش على بعض او ما اغطوش بعض تماما اوكي تعالوا نكمل مع بعض ازاي ما انتو شايفين اضبطوا الازرق على الاخضر بحصل على هيكا انه الاقسام بيغطوا بعض بالضبط اوكي اذا المربع زي ما احنا شايفين له اربع خطوط تماثل بينما بالمستطيل شفنا فقط خطين تماثل اوكي تعالوا نشوف الشكل الرباعي هذا شو رأيكم فيه له خطوط التماثل انا بدي اعطيكم اسا بعض الاشكال وانتو تقولولي كل شكل هل فيه خطوط تماثل ولا لا هذا الشكل اللي قدامكم شو رأيكم منقدر نتخيل الاشي فيه خطوط تماثل لا تعال نشوف اشكال تانية او الشكل نفسه نشوف اذا ما بد هذا الخط هذا الخط طبعا بطوين على بعض ولا قسم غطه بعض اذا هذا الشكل عمليا انا بقول انه فيوش خطوط تماثل جربوا رسموا عدل الخطوط اللي انا رسمتها من قبل هون كمان مرة ضبطوا الشكل على الخطوط اللي رسمتهم طبعا زي ما انتو شايفين قدامكم الاقصام بتغطيش بعض بالضبط عشان هيك هذا الشكل ما فيوش خطوط تماثل اذا في عنا اشكال اللي فيها خطوط تماثل وفي اشكال اللي فيهاش خطوط تماثل اوكي تعالوا نشوف اشكال تانية تعالوا نشوف اشكال تانية تعالوا نشوف هدا الشكل شو رأيكم فيو خطوط تماثل من بقول لي فيو فيو صح طيب انا بدي اتركي الاشي لكم اكيد فيو مثال اذا نطلع بالنص نقدر نمض خط نقدر نتوي عليه الشكل ونحصل على خط تماثل واحد عمليا بهذا الشكل واضح في حدا عنده اقتراح اخر تعالوا نشوف اشكال اخرى اذا هذا الشكل فيو خط تماثل واحد انا رح اترك لكم اشي ممكن ترسموا الشكل وانا احكي وتجربوا الاشي بذاتكم طيب هذا الشكل شو قلته صحيح كمان هذا الشكل فيو خط تماثل واحد اللي هو بالنص عمليا على ضلعين الافقيات بالنص بطو الشكل وبحصل على قسمين متطابقين اذا هذا الشكل اسمه هذا اسمه شبه منحرف فيو خط تماثل واحد طيب هذا الشكل شو قلته فيو خطين تماثل مي بو قللي وين هين الرباعي طبعا لانه الو اربع اضلاع وفيو خطين تماثل تعالوا ناخد اشكال تانية هذا الشكل شو رأيكو فيو خطين كمان تماثل وين هنه بالنص وكمان بشكل افقي كان مرة انا خصوصي محتدش خطوط عشان تتخيلوا الاشي كان مرة ممكن بالنص بشكل عمودي احط خط ارسم خط واحصل على قسمين متطابقين ممكن بشكل افقي كمان اعمال الاشي طيب هذا الشكل شو بتقولو هذا اسمه متوازي اضلاع اذا منجرب نرسم اي خطوط فيو مش رايحين تحصلو على خطوط تماثل متوازي الاضلاع ما فيوش خطوط تماثل ممكن تجربو الاشي لحالكم هذا الشكل اللي هو شكل سداسي طبعا فيو خطوط تماثل منبو اللي وين هين اذا منوخد بشكل افقي على منتصفات الاضلاع او اي ضلعين منمد على قبال بعض منمد خط بناتهم نقدر نحصل على قسمين اللي هن بيغطوا بعض وممكن كمان على رؤوس الاضلاع بالنص طبعا في عندي هون كتير خطوط تماثل في عندي على الرؤوس تلاتي اذا مند من رأس للرأس وعندي على منتصفات الاضلاع كمان تلاتي ممكن ترسم انتو الشكل زي بانتو شايفينه شكل سداسي منتظم ممكن تجربو الاشي وتفحصو وتشوفو فيو ست خطوط عمليا تماثل تعني نكمل شكل اخر نرجع للاشكال اللي حكينا عنهن بالاول اذا بتتذكروا اي اشكال القطعة المرسومة هي خط تماثل طبعا انا انطيتك وقت اتفكروا فيو بس اسا بعد ما عرفته انه خط التماثل هو عمليا الخط اللي بطوي عليه الشكل وبحصل على قسمين متطابقين او بيغطوا بعض لما بطوي الشكل على الخط بيغطوا بعض فاسا ممكن او صار بامكانكو تقدروا تفحصوا هدول الاشكال مين منهن الخط اللي مرسوم فيه هو خط تماثل ومين منهن الخط اللي مرسوم فيهن مش خط تماثل طبعا صار بامكانكو كمان انكم ممكن تتخيلوا الاشي انه اذا بطويه بحصل على قسمين بيغطوا بعض ولا لا بدون مقص الاشكال وارسمن رح انتيكو نص دقيقة تحلوا السؤال ونرجع مع بعض طيب انا معاكو تعالوا نطلع الاشكال مع بعض شو بتقوله مين فيهه مع خط تماثل اولش الشكل البيضوي اللي بالنص انتو شايفينه الخط المرسوم فيه هو خط تماثل والشكل اللي فوقيه عيمين ومن فوق زي ما انتو شايفين الخط المرسوم كمان هو خط تماثل والمتلت اللي على الشمال من تحت زي ما انتو شايفينه الخط المرسوم هو خط تماثل طبعا باقي الاشكال زي ما انتو شايفين اه الشكل الخماسي على اليمين من تحت زي ما انتو شايفينه اللي مش الفؤاني اللي على اليمين من تحت كمان الخط المرسوم فيه هو خط تماثل إذن عندنا شكل شكلين ثلاثة أربع أشكال الخطوط المرسومة فيهن هي خطوط تماثل ليش؟ لأنه ممكن نتخيل الإشي أطوي الشكل على هذا الخط وأحصل على قسمين طبعا متطابقين اللي بيغطوا بعض بالتمام تعالوا نكمل أو نلخص شو أخدنا التماثل الإنعكاسي هو أو يتحقق بالأشكال اللي ممكن أنه نطوي الشكل لقسمين بحيث أنه واحد من القسمين يغطي الآخر بالضبط وزي ما قلنا فيه أشكال اللي منقدرش نطويها فممكن نتخيل الإشي إحنا طبعا زي ما قلتلكم ممكن نتخيل الإشي ما يكونش الطي هيك الخط اللي بطوي عليه الشكل بسميه خط تماثل إحنا فحصنا إذا بتتذكروا المستطيل شفنا فيه خطين تماثل المربع فحصنا فيه أربع خطوط تماثل فحصنا أشكال أخرى طبعا فيه أشكال طبعا اللي فيهاش خطوط تماثل فيه أشكال فيها خط تماثل واحد فيه إشي خطين فيه إشي أكتر والنجمة كمان فيها هاي خطوط تماثل الصور مالهن فيهن خطوط تماثل صح؟ إذا ناخد شايفين الصورة اللي غاد وين الخط الأصفر لك العريض نفس الشكل موجود مرتين من نحتين الفراشة فيها خطوط تماثل الأشكال للشخص أو الإنساني اللي مرسومي هون قدامكم بالنص كمان إحنا منطلع على جسمنا كمان عند المنخار بالنص هون ممكن بكون عندنا خط تماثل للنص زي هذا زي النص هذا والورقة الشجرة للصفرة والحشرة الصغيرة هاي كمان ضعسوقة كمان لمرسوم الخط اللي مرسوم عليها هو عمليا زي ما إنتوا شايفينه خط تماثل طبعا هاي الأشياء أو الصور إحنا منخضرش نطويها ولكن ممكن نتخيل الإشي ونشوف إنه القسمين اللي موجودات هني قسمين متطابقين إذا بتخيل الطي عمليا هني رح يغطوا بعض فإذن هدول الصور هني عمليا زي ما قلنا هدول متماثلات كل صورة فيها خط تماثل أو أكثر بسميها صورة عمليا متماثلة أو شكل عمليا اللي هو عن طريق الصورة متماثل إنعكاسي رح ناخد مهمة للبيت وبعدها طبعا ننهي بدكو تاخدوا ورقة أربعة كبيرة يطووها مرتين كمان مرة قصوا الورقة كي بدكو أسقصوها كي بدكو أسقصوا منها تطوو الورقة لمرتين عمليا بتحصلوا على أربع مستطيلات أو أربع أشكال أربع أقسام قصوها زي ما بدكو قصوا منها أشكال يفتحوا الورقة وشوفوا الشكل اللي نتاج معكم وتشوفوا بديت تشوفوا تفحصوا أكمن خط تماثل فيه بالشكل اللي قصطوه وممكن تحصلوا على شكل اللي فيوش خطوط تماثل ممكن تكرروا الإشي أكتر من مرة ممكن تزينوا تعملوا إشي زيني من الورقة تأسقصوا الورقة بعد ما تطووها أربع مرات وتأسقصوها بتفتحوها بطلع شكل عنكم فتزينوا فيها بالغرفة ممكن للصف فتفحصوا كمان مرة أكمن خط تماثل في كل شكل حصلتوا عليه وزي ما قلتلكم ممكن تحصلوا على أشكال اللي فيهاش خطوط تماثل سأعطيكم دقيقتين تسجلوا الوظيفة ونرجع ننهي مع بعض الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر يعطيكم العافية أنا معاكم بتأمل فهمتوا شو الوظيفة اللي بدكوا تعملوها تأخذوا ورقة تطووها مرتين بتلعنكم أربع قسام عمليا وتأسقصوها تأسقصوا منها أشكال زي ما بدكوا تفتحوا الأشكال وتشوفوا أي طبعا فيها خطوط تماثل وأيا فيهاش خطوط تماثل وإذن اللي فيها خطوط تماثل ممكن تفحصوا أكمل خط تماثل فيه شكرا لإلكوا وكتير استمتعت أنا معكم بالدرس بتأمل استفقتوا شوي لقدام طبعا راح تتعلموا عن الموضوع بتعمق أكتر بصفوف أعلى عن موضوع التماثل كمان مرة يعطيكم العافية وشكرا لكم وكتير أنا كمان مرة مبساطة معكم ويعطيكم العافية وباي باي